بارح سيادة الرايس كلف بعلاج مواطن مصري وابنه بارح كان فيه تقرير أنا زعته كل يوم اتنين زي ما بقول لحضراتك وبتلقى مشاكل وبالمناسبة إذا أقول للسيدة المشاهدين في حاجة كتير قوي يعني الحمد لله يا رب تتحل كمان برا الهوى بارح زعت تقرير لحالة إسحاق غالي إسحاق مصاب بدمور عضلات وتضخم في الكبد وابنه أنتونيوس خمس سنين مولود بدون قرانية وبيحتاج لعملية جراحية عجلة مبارح سيادة الرايس كلف بعلاج المواطن المصري وسيادة الرايس الأب والأخ لكل مواطن مصري الحقيقة ربنا يعزك وينصرك سيادة الرايس يا رب كل الشكر لحضرتك وكل الشكر لرجال مكتب سيادة الرئيس الحقيقة اللي بيتحركوا على وجه السرعة بمجرد ما بيشوفوا الحالة وبياخدوا التكلف من سيادة الرايس يعني بشكرهم شكرا جزيلا على المجهود خلينا بقى نعرف إيه اللي حصل لإسحاق غالي وخلينا نعرف إيه الإجراءات اللي تمت معه إسحاق مساء الخير يا إسحاق مساء الخير يا فاني إزيك أخبارك إيه الحمد لله تماما الحمد لله لأ صوتك مختلف خالص في التليفون عن ما كان في التقرير الحمد لله فاني قولي بقى إيه اللي حصل معاك مبارح بعد سيادة الرايس بعد سيادة الرايس ما أمر وكلف بينقلك وعلاجك أنت وابنك اللهم أمين اللهم أمين دعواتك حلوة قوي 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 يا إسحاق واللي أنت فين دلوقتي أنت وابنك أنا حضرتك في معهد ناصر دلوقتي معهد ناصر أول ما يعني مبارح بعتولي الإسعاف وجد خدتني على معهد ناصر كان هناك الدكتور محمود مدير معهد ناصر أي تجبهلي على طول مباشرة جبل منزل معهد الإسعاف أي أي وعملوا لك وخدت ابنك معاك ولا إيه آه يفندي أنتونيوس معاك ها آه يفندي معايا كشفوا عليه هو كمان آه كشفوا عليه ولا لسه بقى الإجراءات والفحصات كشفوا عليه وعملوا لتحاليل وعملوا له شاع على بطن النهار ده حبيب وشاع على وكشفوا على العنين وكشفوا على العنين وإنت كشفوا عليك وعملوا لك اللازمة آه يفندي ما عملوا لفحص اللازمة وأنا تحت الفحص الليس حالية لسه حالية أنت مبسوط كده أنت كده يعني أنت كنت بتتمنى ده الحقيقة الحمد لله ربنا يا رب يعني استجابي الحمد لله يا رب ده الحمد لله وده يعني الساد الرئيس حالفتاح السيس ده أبل كل المصريين وده مما يجبر بخطرنا ربنا يجبر بخاطره يا رب يا رب يجبر بخاطره يا رب ويعيسه ينصر أبل الغلابة مش لكل المصريين الغلابة ولكل المصريين وده أبل الإنسانية إن شاء الله حنتطمن عليك اللهم أمين اللهم أمين حنتطمن عليك يا إسحاق وحتبقى زي الفل وحترجع شغلك تاني بإذن الله وإن شاء الله حنتطمن على ابنك أنتونيوس إن شاء الله يا رب ويخف كده ويلعب مع أخوات ويروح المدرسة وإن شاء الله يا رب حتبقى زي الفل بشكرك بشكرك بتمنى لك يا رب تمام الشفاء يا رب إسحاق غالي الحالة اللي عرضتها